لا زالت تتواصل نشاطات مؤسسة القلب الكبير لسيدة الأولى هندى دبيتنو في تقديمها المساعدات الغزائية للطبقات الضعيفة وذو الاحتياجات الخاصة بمناسبة قرب قدوم شهر رمضان مبارك حيث شملت الجولة كل من الدوائر الثانية والثالثة والثامنة بالعاصمة الجمينة تقرير زميلة مريم عبد الرحيم أرضح تبقى مؤسسة القلب الكبير هي المؤسسة التي تزخر بالعديد من الميزات الخيرية الحسنة أهمها تقديم المساعدات والمؤنات الغذائية لذوي الاحتياجات والشرائح الضعيفة في المجتمع حيث أن هذه المؤسسة توحي بكثير من الأمل والعطاء لهؤلاء الفئة من الناس ولا زال مشوار الحملات لتقديم المؤن متواصلا هذه المرة جاء دور الدائرة الثانية لبلدية جمينة تحديدا حارت بولولو حيث توجد بها المنظمة الإسلامية العالمية للنساء وتلقت هذه المنظمة مؤنات غذائية سلمت إلى رئيسة المنظمة البتول زكريا من قبل مؤسسة القلب الكبير كما قدم عظم مسؤول القلب الكبير مظروفا ماليا قدر بخمسة مليون من الفرنكات الإفريقية لصالح السيدات ومن خلال هذه الزيارة فقد أشارت خديجة لمنا ممثلة الأمين العام لمؤسسة القلب الكبير إلى أن المؤون مقدمة إلى هذه المنظمة لكي يستفيد منها المحتاجين خاصة مع اختراب شهر رمضان أما من ناحيتها رئيسة المنظمة الإسلامية العالمية للنساء البتول زكريا شكرت بعمق رئيسة مؤسسة القلب الكبير هندا ديبي إتنو على هذا الدعم الذي قدمته المنظمة واصلت سلسلة الحملات لمؤسسة القلب الكبير إلى حي أنجايري بالدائرة الثانية وذلك إلى مركز جمعية المعاقين لمحو الأمية من أجل التحسين حيث تم تسليم المؤونة إلى رئيس الجمعية وبعد الاستلام عذو مؤسسة القلب الكبير عيسى محمد مهدي طلب من رئيس الجمعية والأعضاء الاهتمام بالتوزيع العادل والمتوازن إلى أفراد الجمعية وتوقفت الحملة لمؤسسة القلب الكبير في جمعية مكفوفي البصر بالدائرة الثالثة في سوق الغلة والذي وزعت فيه المؤن الغذائية إلى هذه الجمعية بغرض الاستفادة منها وتوزيعها على أفراد الجمعية نشير إلى أن مؤسسة القلب الكبير بصفة عامة جاء تأسيسها بمبادرة من صاحبة القلب الكبير هندى دي بي إتنو